وطاري حمد أنا عرضته على الاهلي أنا عرضته آه عرضته على الاهلي أيوة عرضته بإصرار يا سلام ما أخدهوش ما أخدهوش كان أيام الكابتن خطيب لا 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 كان الأستاذ محمود طار والأستاذ عاد للقياء يشهد بذلك بيت أتحايل عليهم أتحايل عليهم يا سلام وبعدين وإسلام محارب راح الأهلي بقيته للأهلي وكان أصم الأهلي موضوع طاري حمد أنا حكيته مرة وفعلا كان فيه تواصل للحظات الأخيرة مع المهندس فرج عامر وقال لي دلوقتي إذا مالك عرض سبعة مليون وأنا يعني عايز أعرف رأي الأهلي إيه ويعني إذا تساوح نأخذ رأيي اللاعب اللي هو كان وقتها يعني الحاج فرج قال لي لا لو دفعته سبعة مليون يجيلكم فأنا دورت على المهندس محمود طاري وعطت اتصل بيه رد علي اتضح إنه في عمرة وإنه موجود في مكة أو المدينة في المدينة كان موجود في المدينة ساعتا وقال لي عدلي أنا بعمل عمرة فقالت له طب دلوقتي عايز قرارك حالا لإننا لسه قافل مع الحاج فرج عامر بقول لك دلوقتي اللي يجيب سبعة مليون لو الأهلي دفع سبعة مليون حديلي النادي الأهلي فقال لي طب اديني خمس داي وبعدين كلمني قال لي أوكي كلمت الحاج فرج عامر قلت له الحاج فرج أوكي سبعة مليون قال لي عدلي جد جديد قلت له بعدين قال لي لأ دلوقتي العرض ترفع لي تمانية قلت له طب أنا الراجل موجود بيعمل عمرة وأنا طريقة التواصل مش متاحة قدامي أنا مش قاعد معاه عشان يبقى نقعد نتفاوض بالطريقة دي فأنا هقول له تمانية هرجع لك هتقول لي لأ وصلت تسعة قال لي لأ المرة دي بجد وأقسام لي إن لو قلت تمانية أنا حخلص مع النادي الأهلي أنا شخصيا كنت يعني متابع الكابتن طارق وكنت شايف إنه يفيدي الأهلي جدا فكلمت للموانس محمود طار قال لي بصي عادلي اللي أنا المتخاف منه هو تخاف منه قال لأ أنا مقدرش أنت قلت لي بعد ما وفيت على السبعة ما ينفعش بعد دروس ساعة تقول لي لو تمانية وترجع تقول لي تسعة هو عرضنا النهائي سبعة فلما رجعت لحاج فرج قال لي لأ خلاص زمالك ما أقدم تمانية وأنا حدي لي زمالك حصل الكلام ده بالطريقة دي بالضبط فعلا يعني ترجمة نانسي قنقر